حتى معرض أنا أحب السوشي رحالة في مركز الفنون ليقدم للزوار تجربة مفعمة بالألوان والثقافة والتاريخ وفتح المعرض أبوابه بحضور سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار وسفيرة اليابان لدى مملكة البحرين إضافة إلى تواجد عدد كبير من رواد الحراك الثقافي في مملكة البحرين وجاء هذا المعرض المتنقل ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الثامن عشر وبالتعاون ما بين السفارة اليابانية لدى مملكة البحرين وهيئة البحرين للثقافة والأثار وبدعم من مؤسسة اليابان ويستمر المعرض حتى التاسع والعشرين من فبراير من عام الفين واربعة وعشرين وهو مفتوح خلال الأوقات الرسمية لعمل مركز الفنون هذا المعرض الذي نقدمه للجمهور الكريم في البحرين في مركز الفنون خلال مهرجان ربيع الثقافة يأتي ضمن الشراك المستمرة بين البحرين واليابان هذا المعرض بالتعاون مع مؤسسة اليابان والسفر الياباني في البحرين يستعرض للجمهور الكريم السوشي وما يحتويه من تراث ثقافي ممتد عبر أجيال وعقود وهذا المعرض له جوانب عديدة نركز فيه على الأهمية الثقافية لعناصر الطعام حول العالم ونتمنى من الجمهور الكريم التفاعل مع هذا المعرض وزيارته خلال انعقاده حق الناس اللي تحب الثقافة اليابانية وبالأخص الأكل الياباني مثل السوشي وايد حلو انهميون هاي المعرض لأن السوشي في اليابان تاريخه عريق جدا وحلو انهميون يشوفون أنواع مختلفة من السوشي احنا اللي متعاودين عليه يمكن ماكي كاليفورنيا رول وغيره بس في وايد أنواع ثانية من السوشي حلو انهميون يجربون the authentic taste of sushi غير ال infusions اللي احنا عندنا في البحرين نظمت هيئة البحرين للثقافة والأثار بالتعاون مع منظمة التحالف للأثار والسفارة الأمريكية لدى مملكة البحرين منتدى قوانين حماية التراث الثقافي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وذلك في متحف البحرين الوطني على مدار يومين متتلعين وبدأ المنتدى إلى جلساته بمناقشة تجربة مملكة البحرين وتشريعاتها المتعلقة بحفظ تراثها الثقافي كما تطرق لمناقشة القوانين والتشريعات الإقليمية والدولية فيما صلطت الجلسة الثانية الضوء على سبل منع الاتجار في غير القانوني بالممتلكات الثقافية ومحاولة توضيح دور الجهات الحكومية والمتاحف لحماية التراث الثقافي قدم المسرو وحيد الخان حفله الاستثنائي بعنوان العودة للحياة بمشاركة أوركسترا سان بيترسبرغ الكلاسيكية وفرقة ليكويد البحرينية وبمساهمة من فرقة البحرين للموسيقى ودعم تقني من قبل الفرقة الموسيقية للشرطة ومعهد البحرين للموسيقى كما شهد الحفل حضورا كبيرا من الجمهور الراغب في خوض تجارب ثقافية مميزة ضمن مهرجان ربيع الثقافة الثامن عشر حيث أخذ المسرو وحيد الخان الحضور في رحلة لسماع مجموعة من أعماله الموسيقية الأسرة نظمت هيئة البحرين للثقافة والأثار فعالية وكثون الأثار وذلك ضمن مهرجان ربيع الثقافة الثامن عشر وسط مشاركة أكثر من مائتين شخص من مواطنين ومقيمين وتواجد عدد من سفراء الدول الصديقة وامتد المسار لمسافة خمسة كيلو مترات متوقفا في محطات تراثية وتاريخية عديدة في مملكة البحرين وألقى الضوء على تلال المدافن الأثرية بوادي السيل حيث قدم الفريق الياباني الأثري فيه شرحا حول آخر المكتشفات الأثرية ثم انتقلت الفعالية إلى حقل تلال مدافن عالي الشرقي والذي يأتي ضمن الموقع المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو تواصل فعاليات النشاط الثقافي من البريد بمتحف دائرة البريد بالمنامة فعالياتها كل يوم سبت خلال شهر فبراير وتأتي هذه الفعاليات ضمن مهرجان ربيع الثقافة الثامن عشر وبالتعاون ما بين هيئة البحرين للثقافة والأثار ومختبر المنامة وبالتنسيق مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض ويهدف هذا النشاط إلى تعزيز علاقة الجمهور العام مع الثقافة والتراث الغني للمنامة ودفعهم إلى إعادة استكشاف المدينة العريقة وإلقاء الضوء على ما تحتويه من تاريخ وأسواق وفرجان قديمة وفنون وعمارة بالتعاون بين السفارة الفرنسية وهيئة البحرين للثقافة والأثار اختتمت فعاليات أسبوع الموضى من باريس إلى المنامة لعام 2023 بنجاح باهر وسط مشاركة أكثر من 600 شخص من الشخصيات البارزة والمهتمة في عالم صناعة الأزياء والثقافة حيث قدمت الأمسية فرصة لعرض التصاميم لمجموعة من المصاممين الشباب الموهبين الذين شاركوا في أسبوع الموضى بالإضافة إلى عروض الأزياء التي أثارت عجاب الحضور وفي السعودية يعد حجر الجرانيت السعودي من أكثر أنواع الأحجار الطبيعية شهرة وجمالا حيث يتميز بالمتانة العالية والمقاومة الشديدة للتأكل والتعرية مما يجعله مثاليا للاستخدامات الداخلية والخارجية ويتفرد بتنوع ألوانه وأشكاله المختلفة وكل منها يتميز بخصائص فريدة تجعله يتماشى مع استخدامات مختلفة وقد شهد حجر الجرانيت في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة احتفاءا ملحوظا بفضل وفرة الموارد الطبيعية والمشاريع الضخمة والاستيراد العالمي كونه يستخدم في البناء والديكور والصناعة كالمسجد الحرام وبرج المملكة وجسر الملك فهد وغيرها الكثير من المواقع وننتقل إلى سلطنة عمان وبالتحديد إلى مخيم النحاتين بمنطقة صحار وهو الحدث الدولي الأهم في مجال الفنون التشكيلية بسلطنة عمان ويشارك فيه النحاتون من مختلف دول العالم يقدمون مدارس فنية وخبرات وخبرات بلغة إبداعية في عالم نحت مراسلنا في مسقط أحمل الدرمكي زار هذا الحدث وعد لنا هذا التقرير نتابع مخيم النحاتين بمدينة صحار في نسخته الحادية عشرة بعنوان من الأرض إلى السماء بمشاركة سبعة عشر نحات يمثلون ثماني دول من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وغيرها من الدول الآسيوية والأوروبية إلى جانب سلطنة عمان البلد المستضيب كمنطلق إحنا لتعريف بطاقات الفنانين طاقات فن صحار من مخيم النحاتين إحنا نبدأ نعمل مجموعة من البرامج الفنية نكون لعلاقات كبيرة مع شرائح المجتمع المختلفة مع النحاتين بشكل خاص مخيم النحاتين في 11 نسخة شارك فيه عدد كبير من الفنانين يتقاوز المشاركين 250 نحات الإنتاج يتقاوز 250 منحوتة من جميع قارات العالم شاركوا معنا في مخيم النحاتين ويعد مخيم النحاتين بصحار واحدا من أهم الأحداث الدولية في مجال الفنون التشكيلية بالبلاد وانعكاسا للتوجهات الثقافية الداعمة للصناعة الإبداعية فلغة النحة الأصيلة المتجلية في المنحوتات هذه هي الأقوى حضورا وغسامة بين الفنون البصرية جميعها قدمت هذه النسخة مجموعة من الأعمال الفنية التي تتحدث عن ثيمة مخيم النحاتين لهذه السنة هي من الأرض إلى السماء وهذه الأحداث موجودة حاليا في أوضاعنا العربية الدكتور علي الجابري من مؤسسي مخيم النحاتين في منزله حديقة منحوتات لفنانين من دول العالم شاركوا في مخيم النحط هذه المنحوتة مثلا لفنان بحريني أصغر إسماعيل تأخذ أبعادها كاملة مع مجموعة تحولت فيها الأشياء المجردة ذات البعد الواحد إلى أشكال فنية ثلاثية الأبعاد ويؤكد هذان النحاتان القادمان من جمهورية الصين عبر منحوتة توثق العلاقة العمانية الصينية بأن مخيم النحاتين بصحار أصبح مركز إشعاع فدين وثقافي يوثق الماضي بالحاضر برؤية مستقبلية فنية لا زال فن النحط من أصعب وأجمل أنواع الفنون التشكيلية لما يحمله من أبعاد تاريخية وثقافية ممزوجة بالجمال لتلفزون مملكة البحرين أحمد بن بارك الدرمكي سلطنة عمان